بسم الله الرحمن الرحيم بنستكمل اليوم موضوع الميكانيكا المائعة وبنستكمل فيها موضوع الفلاويد استاتيكس اللي هي استاتيكا المائعة احنا شفنا المرة اللي فاتت موضوع الباسكاللو ان هنا ده هنتكلم في الفلاويد استاتيكس على الفندامنتال اكوشن الفلاويد استاتيكس اهي معادلة اللي بتديني توزيع الضغوط في حالة المائعة ووساكن يبقى انا بجيب pressure force on fluid element زي ما نشوف element من الفلاود بنعتبر ان عندي element delta x delta y وبشوف الفورص تبأثر عليه بيبقى الموجود عندي pressure force وموجود عندي body force اللي هي ال M في G زي ما نشوف العنصر اللي قدامنا بأخذه على شكل متوازي مستطيلات أبعاده delta x delta y ودلتا z ودي الطريح المستخدمة عادة في الderivision بتاع العلاقات بتاعة المهائع زي ما شوفنا المرة اخذنا على شكل منشور المرة دي بناخد شكل متوازي مستطيلات وببتدي address تزيان الفورص عليك بس انا نفكرك بحاجة من رياضة لو أنا عندي دلة قيمتها B لما يحصل change في ال direction x يبقى قيمة الدلة B زائد partial P partial x delta x كذلك لو الدلة B في ال direction y هيبقى منقدر التغيب بتاعها partial P partial z delta z ده بالنسبة للاتجاه z لو بالنسبة للاتجاه y نفس الكلام يبقى هلاقي من هنا لما صفي وافتح الأقواص واختصر هلاقي انه partial P partial x بتساوي 0 نفس الكلام في اتجاه y partial P partial y بتساوي 0 لما نيه في اتجاه z هيظهر لي تأثير الوزن يبقى ده عندي ده pressure force minus pressure force وبعدين minus element بتاعة الوزن اللي هي gamma في الفوليوم يبقى الفوليوم عندي هنا متوازن مصلات الطول في العرض في الارتفاع يبقى delta x delta y delta z واضربها في الجاما هي ديني الوزن لما اختصر هذا الكلام هيطلع لي partial P partial z بتساوي minus gamma طيب هذا الكلام معنى ايه لما اجا بص في direction x y لو جيت عملت integration ليه المعادلة هلاقي بتديني مقدار ثابت وده بيعني اول حاجة المستوى x y ده هو المستوى الافقي وبالتالي جميع النقاط في نفس المائع الواحد وعلى نفس المستوى الافقي الواحد لها نفس قيمة الضغط وده جاية منين جاية من المعادلتين بتاعة partial P partial x بتساوي 0 وبرشل P partial y بتساوي 0 ولذلك انت ما تحط اي فلوت في اي كونتينر عندنا هتلاقي ياخد السطح بتاع ياخد المستوى سطح المائع عند السطح وده بسهل مياه خطوط ثبات الضغط طيب المعادلة التانية اللي هي بتقول برشل بي برشل زد بتساوي مينوس جاما دي بتديني ايه هذه المعادلة بتديني قيمة الضغط لو انا كملت تعزيل معادلة لو انا جيت عند اي مستوى زبا موجود في الرسم قدامنا هنا وبدأ اتضع المعادلة عندي تكامل من بي واحد الى بي اتنين بتساوي تكامل من زد واحد زد اتنين مينوس جاما دي زد وعندي لو بي واحد اتموسفير يبقى عندي هنا هو زد اتنين زد واحد انقص زد واحد حالة اذا كان المائع ساكن معلومتين مهمين جدا بيخده من النهاردة انه في حالة المائع الساكن توزيع الضغط بيكون مستوى افقي وبالتالي انت مهما تحط انقص عندك سابط افقيا هتلاقي سطح السائل ياخد مستوى افقي طبعا لو تحرك دي قصة تانية هتتشاف في المستوى البعدين وحن قيمة الضغط نفسه بتعتمد على العمق بتاعنا بتعتمد على المسافة بتاعة اللي هتكلم عليها اتش وبالتالي قيمة الضغط بتساوي جامعة اتش لوزن عمود الفلاويد يبقى المعلومتين اللي احنا قلناهم دول مهمين جدا جدا من هذه المحاضرة يبقى يبقى انا عندي هنا لما اجاب بص على النظرية اللي انت درستها زمان في الاواني المستطرقة اللي قدامنا دي انا لو عندي كونتينر بالشكل ده وهو ضعت فيه سائل هلا السطح كله بياخد سطح افقي ما يبقى الصيز بتاعه ولا الشكل بتاعه ما بيأثر وش عندي دايما ارتفاع الماء وهل هو متحرك ولا ثابت اذا كان ثابت بياخد زم اقولنا سطح افقي ودي ممكن المعلومة المهمة جدا اللي خدناها من هذه المعادلة اللي هي معادلة توزيع الضغوط في حالة المائع الساكن ودولة معلومتين مهمين جدا بالاضافة للمعلومة الماضية بنصل الى انه انا عندي جميع النقاط في مستوى وفق واحد وفي نفس السائل واحد لها نفس قيمة الضغط قيمة الضغط تعتمد على وزن عمود الفرود يعني العمق بتاعنا وشكرا لما نستكمل المحاضر القادم ان شاء الله